وبعد ما رمضان والعيد خلصوا رجعنا تاني للفطار بتاعنا بتاع كل يوم عندي ليكم وصفتين حلوين جدا جدا من البيت من المطبخ التركي وصفة اسمها منمن ووصفة اسمها تشيلبر اللي اتنين دول ينفعوا لأي فطار حلو حتى كمان الفطار بتاع يوم الجمعة الجميل وينفعوا كوجبة في أي وقت في النهار واجبة بيت مغزية جدا وطعمها تحفق الناس اللي بتحب البيت والناس اللي ما بتحبش البيت بالذات يجربوا الوصفتين دول لأن الوصفتين دول حلوين جدا جدا بيضيعوا أي زفارة في البيت لو كان فيه ده زائد ان بيخلي طعم البيت تحفى ما بتحسوش بتعم البيت بالمعنى بتحسو ان انتو بتاكلوا حاجة كده تحفى فالناس بالذات اللي ما بتحبش البيت وفي نفسها تاكل بيت تجرب الوصفتين دول انها يعجبوهم جدا 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 تعالوا مع بعض نشوف هنعملهم ازاي ولو انتوا اول مرة تشوفون انا عند اليب ودي قناتي عند اليب سبيكري والله نبتدي الفيديو وهنبتدي باول وصفة اللي هي المانمن المانمن من الوصفات البيض الجميلة جدا اللي بتتعامل بالخضار انا هنا عاملة مقدار يكفي بطين بس طبعا لو عايزين تزودوا ممكن تضعفوا المقدار عندي هنا طمطميتين وسط يميلوا للكبرو شوية مقطعهم مربعات وعندي هنا معلقة ونص كبار من السلسة التماطم وعندي هنا فلفل روني متقطع مربعات ممكن على فكرة تستخدموا رون الفلفل الخضرة لو حابين تخلوها مشطشطة شوية وعندي هنا بصلاية صغيرة خالص متقطع مربعات وفص طوم مفروم طبعا كمية الخضار سواء التماطم او اي حاجة ممكن تزودوا او تنقصوا على حسب زوقوا وعندي هنا ملح وفلفل ونص معلقة صغيرة من البابريكا هبتدي اكثر البيت بتاعي على جنب كده واضربوا ضربة خفيفة هم عادة مش بيضربوه جامد بيسيبوا البياض والصفار ما يبقوش مضربين جامد او يعني بس طبعا في الاخر زي ما نحب في طاسة على النار انا حطيت سمنة طبعا لو عايزين تحطوا زيت زي ما تحبوا بس السمنة بتدي طعم احلى اول زبدة نزلت بالبصل وحبط الاقل بالبصل في السمنة لحد بس لما يدبل وابتدي اضيف التوم بتاعي يعني سواني كده وحبطدي انزل بالفلفل الرومي بتاعي الاخضر وبردو اقلب كده يعني لمدة نص دقيقة حاجة بسيطة او دقيقة لحد بس لما احس ان الفلفل اتشوح كويس في السمنة هنزل بقى بالطماطم بتاعتي كلها وابتدي اقلبهم كده كويس وانزل بالملح والفلفل والبابريكا بتوعي الملح والفلفل دول كفاية للخضار وللبيت بتاعي اللي لسه هنزل بيه هنزل بقى بالسلسة بتاعتي وقلب برضو كويس وخلاص كده بعد ما قلبت كويس هبتدي اغطي على الطاصة بتاعتي واغطي النار عشان اه الطماطم بتاعتي تستوي وتتبل شوية وده شكل الخضار بتاعنا بعد ما استوي شوية احنا مش عايزين الطماطم تتهري قوي بس في نفس الوقت عايزينها تطرى وتبقى بالمنظر اللي انت شايفينه ده هنبتدي بقى نحط البيت بتاعنا ونقلبه كويس في الخضار هو الفكرة ان كله بيتخلط مع بعضه اه يعني ما بيبقاش تقريبا فيه فرق قوي بين الخضار والبيت اه بيبقى شبه قوي مع اني ماليش في بس انا الوصفة دي بحبها جدا 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 من كتر ما طعمها طحفة كده خلاص الوصفة خلصت مش قادر اقول لكم ريحتها وطعمها حلوين قد ايه كده خلاص دعالوا بقى نبتدي نعمل في الوصفة التانية وعشان نعمل الوصفة التانية اللي هي اسمها تشيليبر هنحتاج الاول نتعلم ازاي نعمل او نسلق البيت في المياه المغلية بدون الاشرق بتاعته والتكنيك ده اسمه او بوتشت اجز التكنيك ده تكنيك جميل جدا بيسوي البيت في المياه المغلية بسرعة وما بيخليش البيت زفر خالص ما تقلقوش يعني الوصفة دي ما فيهاش اي زفارة ولا من قريب ولا من بعيد هنجيب حلة ونملاها مياه ونحطها على النار واول لما تغلي هنوطي النار وعايزين المياه تكون ركدة بالمنظر ده زي ما انتو شايفين كده هحط عليها معلقة كبيرة من الخل الابيض وابتدي اجيب معلقة كده واعمل زي دوامة بالمنظر ده بسرعة كده وفي النص بقى في نص الدوامة هنحط البيت بتاعنا البيت كمان لازم يكون على قد ما نقدر نجيبه طازة لان بيفرق في الوصفة دي جدا هبتدي بقى شغل التايمير بتاعي انا عايزة 3 دقايق بالضبط وده لان انا عايزة البياض البيت يكون مستوي بس الصفار يكون سايب طبعا لو انتو عايزين الصفار البيت مستوي مش سايب هتسيبوها فترة اطول من كده يعني دقيقة او دقيقتين كمان بصوا بقى صفار البيت طري ازاي هبتدي بقى حط ال بتاعتي على المنزيل بتاع المطبخ عشان يعني يمص اي مية زيادة وبرده هعمل نفس القصة دوامة وحط البيضة التانية بتاعتي خلاص بقى بعد ما خلصت البيت بتاعي تسوية البيت هجيب تلات معالق كبار من الزبادي برضو كمية الزبادي ترجع لنا يعني الوصفتين دول المقادير ترجع لنا وترجع للزوء بتاعنا هحط عليهم فصين من التوم ورشة ملح كده بسيطة وابتدي اقلب التوم والملح في الزبادي بتاعي كويس بالمنظر ده وابتدي ارش على البتين بتوعي ملح وفلفل واخد البتين من على منديل المطبخ واحطهم بالشيالة كده على الزبادي بتاعي الوصفة دي عايز اقول لكم طحفة طعمها حلو جدا 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 لسه بقى بعد ما نحط البيت هنعمل تركاية او حركة كده هم بيعملوها بتقلب طعم الطبق ده هنحط معلقة ونص كبار من الزبدة على التاسة على النار ولما الزبدة تسيح وتبتدي لونها يغمق تبقى بوني بالمنظر ده هحط معلقة ونص او معلقة صغيرة من البابريكا وقلبهم كده كويس في الزبدة واقفل النار واخد التاسة بتاعتي واحطها على الوش مش قادر اقول لكم الحركة دي مش قادر اقول لكم بتخلي طعم البيت حلو قدقي وريحة الزبدة مع البابريكا تحفى قدقي بالمنظر اللي انت شايفينه ده هرش بقى فوقيها كده حبة شبت ممكن نحط بقدونس بدل شبت دي حاجة ترجع لنا وده منظر البيت مش قادر اقول لكم الطبق تحفى قدقي بقى بقى حبة كده من الزبدة والبابريكا حطيتهم فوق المانمن الوصفتين دول وصفتين للبيت حلوين جدا جدا انا متأكدة ان انتو لو جربتهم هيعجبوكوا جدا جدا هتلاقوا دايما وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو واشوفكم في فيديو جديد باي باي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر